مرحباً توريدات السلع الاستراتيجية وخاصة قصب السكر وبنجر السكر للمواطنين وتحديد أسعار ما بين 2500 و 2400 طن استهدافات الدولة المصرية من هذا الملف وهذه السلع الاستراتيجية بالتحديد شكراً يا فن احنا زي ما بقول لحضراتكم كل شغلنا شاغل زيادة الانتاجية من البترول والغاز في خلال الفترة القادمة عشان كده كان التوجيه للسيد وزير البترول بسرعة يعني طرح مواقع جديدة المؤشرات بتقول ان هذه المواقع هيكون ان شاء الله فيها يعني حجم من الانتاجية وعشان كده يمكن ال 12 موقع دول اللي احنا موجودين ولكن الاهم يعني انا حتى طلبت من السيد الوزير هناك النهاردة في شركات عملاقة كبيرة جداً بقت النهاردة بتطلب اماكن بالتحديد فاحنا النهاردة يعني اديت للسيد الوزير الامكانية ان هو يعرض على مجلس الوزراء لو عايز يعمل اتفاق مباشر مع مجموعة من الشركات العملاقة الدولية اللي النهاردة لديها الدراسات اللي هي بتقول انا عايز المنطقة دي لان انا عندي يعني يعني فرصة ان انا عمل فيها اكتشافات ان احنا نتحرك بسرعة في هذا الشأن وانه يعرض على المجلس هذا الموضوع في اطار طبعاً القوانين والقرارات المنظمة لهذا الكلام لكن حتى نروح لهذا الكلام للاتفاق المباشر طالما ان ده حيحقق صالح الدولة في هذا الشأن الجزء يمكن اللي بشكر حضرتك عليه الجزء الخاص بقصب السكر والبنجر وده كان الحقيقة بالتنصيق مع مجلس النواب وان احنا قلنا قررنا ان احنا نعلن النهاردة سعر استرشادي ليه هيقول يعني المحصولين المهمين جداً اللي بدخلوا في صناعة السكر وهو قصب السكر والبنجر فاحنا اتفقنا فعلاً ان حيبقى السعر الاساس لقصب السكر الفين وخمسمائة جنيه وايضاً للبنجر الفين وربعمية بخلاف برضو عدد بعض الحوافز الاخرى اللي حتبقى موجودة اللي كانت بتبقى دايماً بناخدها على الانتاجية وعلى درجة الحلاوة ولكن هنا مهم شيء مهم جداً لانها رسالة مهمة من الدولة ان انا بشجع الفلاح على توريد هذه السلع الاستراتيجية مع زراعتها الى الدولة المصرية بسعر منافس ويمكن في بعض الافكار الاخرى اللي حنقشها في موضوع حتى قلية السادات عشان نبقى نسرع الخطة بوضع مبالغ مالية في حوزة الفلاح وزي القطاع الخاص ما بيعمل يعني احنا بنفكر في بعض الاليات حنعلن عنها قريب جداً قبل حتى ما يعني المحصول يبقى متاح ازاي ان احنا نشجع الفلاح على التوريد المبكر ان شاء الله في هذا الموضوع انا بدرسها مع الساد وزير التموين والزراعة والمالية بحيث ان احنا نشجع الفلاح لهذا الامر احنا ليه بنرفع الاسعار بهذا الكلام وبندي سعر مجزي علشان بيبقى البديل الفلاح احنا النهاردة الفلاح النهاردة قصاد هذا الكلام لما بيلاقي ان فيه سعر غير مجزي الدولة ما بتديهلوش بيروح ياما بيزرع حاجة تانية ياما بيدي المحصول بتاعه لمنافذ اخرى او صناعات اخرى او انشطة اخرى السكر ده سلعة استراتيجية لمصر ويمكن انا عايز بس اقول لحضراتكم يعني كان داخل النقاش الداخلي وهو مجلس الوزراء السيد وزير السحة اثار هذا الموضوع ان يعني مصر من المواطن المصري من اكثر مواطني او معدلات استهلاك السكر على مستوى العالم واحنا مش بنتكلم هنا عشان يعني انا بقى اقولها على سبيل يعني الدعاة بدنا احنا مش بنقولها عشان نقلل السكر ولكن الخطورة ان كتر الاستخدام بيؤدي الى امراض طبعا لقدر الله احنا بندعو الله انها ما تبقاش موجودة عند المصريين من الامراض المزمنة عندنا كلنا يعني معروف ان نسبة الموضوع السكري ده بيبقى يعني مشكلة ولكن يعني دي سلعة استراتيجية لمصر احنا مهتمين جدا ان احنا نحميها ونشجع الفلاح عليها ونشجع الصناعة الوطنية عشان تغطي كل احتياجات مصر في هذا الشأن ولكن يعني احنا بنقولها يعني الحياة السيد وزير السحة اشار هذا الموضوع جرز لازم ان احنا كلنا كمصريين نبقى واخدين بالنا من صحتنا وفكرة دي ان الموضوع مش موضوع ان السلعة بوفرها ولا لا احنا حنوفر وان شاء الله حتى لما بيبقى هناك احتياج بنستورد والسنة اللي فاتت استوردنا مليون طن او السنة دي علشان ندبر الاحتياجات ولكن بنثير هذا الموضوع اللي وعي المواطن ان كسرة الافراض في استخدام السكر بيبقالها تأثير دار على الصحة وده بيبقى شيء صعب لان بتبقى الامراض دي تدعياتها صعبة جدا بعد كده وبيبقالها مضاعفات وكلكم عارفين الموضوع يعني ربنا يا رب ينجينا كلنا من هذا الموضوع ولكن احنا بنحمي هذه الصناعة وحنظل نحميها وندعم الفلاح في هذا الشام الحكومة في الفترة الاخيرة يعني بحضرتك عقبت جهزة اجتماع للاجنة ضبط الاسعار وكان اخر تقريرين طلعين وحضرتك اليوم في المؤتمرات الصحفية السابقة ان انخفاض معدل التضخم لكن دي حالان يعني بقول لحضرتك دي ممكن تقارير لكن في الشارع فيه اسعار مبالغ فيها فعايزين وكان فيه مبادرة للحكومة حضرتك اطلقتها اللي هي بتاعت منتجات الالبان والسبع سلع لتخفض الاسعار دي نجح جدا ليه منعدهاش تاني وايه يعني الاجراء الحكومة اللي هتاخدوا لخفض الاسعار الخضروات في الشارع طيب الخضروات عشان برضو دي كنا بالنقشها ان لاحظنا فعلا ارتفاع في الخضروات في الفترة الاخيرة بس ده برضو عشان ارجو من حضراتكم نبقى واخدين بالنا ده مرتبط بالعروات اللي بتبقى موجودة في فصل العروات اللي موجودة يعني بيبقى فترة فيه معينة نتيجة لان يعني عبر ما بتيجي العروة التانية بيبقى فيه فترة بينية تبدأ نلاقي الاسعار بترتفع فده طبعا يعني تبقى للعرض والطلب في هذه الفترات البينية بيحصل الارتفاعات وبترجع بعد كده الاسعار بتنزل ولكن احنا متابعين هذا الموضوع ولكن في نفس الوقت والحمد لله بيحصل زيادة في الانتاجية مع مرور الوقت ولكن الاهم بقى فيه ما يخص اللي حضرتك نقشن احنا فعلا في لجنة ضبط الاسعار بصدد ان احنا هنددى ندخل مجموعة اضافية من السلع غير المجموعة الاستراتيجية الاساسية عشان نحاول ان احنا ناخد كل الاجراءات زي ما عرفنا في السبعة الرئيسيين نتحرك على نفس المنتجات في الفترة الجاية وكل اللي يهمني النهاردة ان يبقى المعروض كبير في السوق وما يبقاش فيه نقص من هذه السلع ودايما بيبقى التواصل مع اتحادات الغرف علشان نضمن هذا الموضوع وعشان بقدر الامكان زي ما حضرتك بتقول انا عارف ان بيبقى احيانا بيبقى تحصل بعض الزيادات ولكن ازاي نقدر نتعامل معاها علشان كل اللي يهمنا الفترة الجاية استقرار الاسعار وتبقى في حدود المعقول وما يبقاش فيه قفرات او زيادات في هذا الشأن واحنا حرسين كل الحرص على المتابعة في هذا الموضوع وزي ما قلت بحضرتك هندخل مجموعة اخرى من السلع في خلال الفترة الجاية حضاك التقيط وفد شركة روسا توم الروسية كنا عايزين نعرف اخر تطورات موقف انشاء محطة الضبع النووية ومتى تصبح على خريطة انتاج الطاقة في مصر ومتى مساهمتها ايضا في توفير الطاقة اللازمة يعني الحمد لله احنا النهاردة طبعا بنتبع هذا المشروع القومي للدولة المصرية وبمنتهى يعني الامانة يعني يعني الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في ان احنا نفعل هذا المشروع العملاق حضراتكم وحنا وكلنا من وحنا صغيرين كنا بنقعد ندرس في المدارس ان هناك حلم مصر للدخول في الدول النووية من خلال مشروع الضبع ونقعد نقرأ بانه سنين وسنين القرار اللي اتاخد منذ بضع سنوات لبدء هذا المشروع العملاق كل يوم بيثبت يعني مدى يعني الرؤية السديدة للاسراع بادخال هذا المشروع لمصر وطبعا حضراتكم عارفين التحديات اللي موجودة حاليا تخص الجانب الروسي اللي هو شاركنا في اطار الظروف العالمية اللي موجودة والعقوبات اللي مفروضة على الشركات الروسية ولكن اللي انا يعني حابب ان انا اطمن حضراتكم فيه ان الحمد لله مع كل ده المشروع ماشي تبقى لبرنامج زمني بتاعه مفيش تأخير نسبة التأخير حاجة بسيطة جدا 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 وحتدم تجاوزها في خلال بضعة اشهر وبالتالي التبقى للمخطط بتاع هذا المشروع ان شاء الله المرحلة الاولى منه تدخل الخدمة في خلال سنة تمانية وعشرين زي ما تقيل وده مش هيحصل فيه تأخير الاهم احنا بنتكلم على اكتر او في حدود اكتر من اربعة جيجة او اربعة وشوية جيجة اربعة ونص جيجة تقريبا من الطاقة النظيفة وهنا الطاقة النووية هي طاقة نظيفة تماما وبالتالي في اطار رؤية مصر واستراتيجية الطاقة لعشرين تلاتين وان احنا يبقى نسبة مساهمة الطاقة الخضراء والطاقة النظيفة تصل الى اتنين واربعين في المية ده بيتماشى مع هذه الرؤية والاهم الطاقة النووية من اكثر انواع الطاقة يعني سباتا واستقرارا بالضبط زي الكهرومائية يعني اللي هو من النهر النيل مش زي الرياح او الشمس هي طاقة مستقرة ومستدامة فبالتالي مصر بتضمن من خلال هذا المشروع حجم سابت ومستقر من توليد الطاقة وبالتالي اللي انا بأكده والحمد لله مشروع ماشي تبقى للمعدلات وفيه يعني كان الاجتماع مهم جدا لمناقشة تفاصيل فنية كثيرة ولكن اطمقنينا ان الحمد لله المشروع ماشي تبقى للمعدلات بتاعته اتفضل انا سؤالي لحضرك فيما بدأت الحديث بيا حوالين استمرار التوترات الجيو سياسية في المنطقة العربية واستمرار الصراع والعدوان الغاشم على غزة وطبعا الجهود المصرية الحاسيسة لإحلال السلام ووقف اطلاق النار لكن ما هي السينجوهات التي تضح الحكومة للتعامل اقتصاديا في حالة لا قدر الله توسع دائرة نطاق الحرب وتأثير طبعا ذلك على اسعار البترول وحركة السمر الأجنب المباشر وهروب الاموال الساخنة من المنطقة والاقتصادية الناشئة وخصوصا من الاقتصاد المصري واسمح لي سيادتك ليه سؤال آخر كنت أعلنت من فترة عن برنامج للدعم النقدي أو رؤية الحكومة للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي وحركة قلت أنه سيكون هناك نوع من الحوار المجتمعي حول هذا الموضوع ما هي آخر المستجدات في موضوع التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي شكرا خلينا أخذ الجزء الأول لحركة قلته موضوع السيناريوهات السيناريوهات طبعا زي ما أنا قلت إحنا بنضع كل السيناريوهات على أن الوضع الحالي هيبقى كما هو بدون تدعيات الوضع ممكن يبقى سيناريو متفائل أن توقف التوتر والمنطقة يحصل فيها انفراجة وسيناريو أسوأ أن يحصل اتساع لرقعة الصراع ودخول أطراف أخرى وبالتالي لها التدعيات على زي ما حضرتك قلت هيبقى سعر البترول على خروج الأموال من الأسواق كلها بتاعت المنطقة كل ده حطينه كسيناريوهات وحطين إزاي سنتعامل معه كدولة في خلال الفترة الجاي فعشان كده أنا عايز أقول لحضرتك يعني مش مفروض أن احنا بنتكلم ولكن احنا عملنا تحوط على حجم كبير من المنتجات البترولية اللي احنا بنستوردها عملنا عقود تحوط عشان لو الأسعار زادت نبقى قادرين على يعني نضمن هذا الموضوع ده بيتعامل الحاجات دي كجزء من الميجرز اللي الدولة بتاخدها علشان نبقى مؤمنين يعني جزء من احتياجات الدولة في هذا الكلام نفس الكلام الحمد لله النهاردة الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الرئيسية ده شيء مهم جدا زي القمح والسكر والزيت والحاجات المهمة للمواطن المصري النهاردة مع الدين الستة شهور في كل هذه السلع فدي كلها جزء من الاجراءات اللي احنا شغالين عليها عشان نضمن ان ان شاء الله اقل يعني خلينا نتكلم بمنتهى الشفافية لو حصل لقدر الله حاجة زي كده بالتأكيد حيبقى فيه تدعيات لكن كل دورنا ازاي نقلل من التأثير الضار على الدولة المصرية من كل السبل الممكنة كل دي سيناريوهات بنضحها ولكن بندعو الله مشان ان ان شاء الله ما يحصلش اي تفاقم في هذا الشام بالنسبة للموضوع الدعم النقدي احنا قلنا هذا الموضوع واحلت هذا الموضوع لمجلس امناء الحوار الوطني وهم فعلا عقدوا اكتر من جلسة بهذا الموضوع وبينقشوا كل التفاصيل لهذا الموضوع لان الموضوع مش موضوع فقط الفكرة ودي فكرة يعني الكل بيقول ان لا سبيل للدولة المصرية غير التوجه لموضوع الدعم النقدي ولكن الاهم هو التفاصيل التنفيذ ده الاهم بالنسبة لي يعني دايما المثل بيقول الشيطان يكمن في التفاصيل ده الاهم عشان ما يحصلش مشكلة يعني تضر بالفكرة من الاساس وده اللي احنا الحقيقة الخبرة من الحوار الوطني موجودين وايضا وزارة التموين النهاردة بحكم انها الوزارة المعنية شغالة على سيناريوهات لهذا الموضوع ايضا اذا ما كان هناك توافق من الحوار الوطني للفكر كمبدأ ويضع لنا بعض الافكار للتوجهات احنا كمان شغالين على تفاصيل كثيرة جدا لكيف يمكن تنفيذ هذا الموضوع ما اقمله اذا حصل توافق على هذا الموضوع نبدأ نبدأ بدايات مراحل اولى من تطبيقه على العامل المالي القادم العامل المالي القادم نبدأ يكون هناك اذا حصل وتوافق عليه وكلنا شوفنا ان ممكن ان احنا نتحرك فيه نبدأ بقى بعض يعني نقدر نقول ان برضو هناخده على مراحل يبقى ممكن ان احنا نبدأ بدايات التطبيق من العامل المالي القادم ان شاء الله حسن أبو خزين ماروزة ليوسف دولة رئيس مجلس الوزراء يمكن على مدار العشر سنوات الماضية الدولة المصرية بالفعل أنشاءت عدد كبير من المحاورة المررية والطرق على مستوى المحافظات التي كانت تعتبر شرعين الحياة وخليني أخذ من حضرتك يعني جمع حضرتك كلها أكثر من مرة رغم حالة عدم اليقين الموجودة عالميا واللزمات الاقتصادية ولكن الدولة المصرية يعني ملتزمة بسداد مستحقات المصريين ولا جانب أريد أن نعرف يعني جهود الحكومة المصرية في يعني سداد مستحقات وتعويضات المتضررين من المحاورة المررية طيب عايز أأكد لحضرتكم أن موضوع التعويضات للمتضررين من إنشاء الطرق والمحاور ده شيء أساسي والدولة المصرية مفيش فيها يعني هذا الموضوع أي نوع من التهاون ولا محاولة التأخير ولا الممطلة في أي شيء أنا بس حابة أأكد هذا الموضوع ولكن كل اللي بيحصل أنه بيبقى دي تبقى للقانون اللي موجود بينص صراحة على إجراءات معينة تختص بيها هيئة المساحة المصرية مع الجهات المعنية بأي مشروعات من دي بيبقى في حاجة ما يطلق عليها موضوع الشهر أن تنزل هيئة المساحة إعلان على المنطقة اللي حيحصل فيها المشروع وتعلن ليه أن يا متضررين يا مواطنين اللي حتطرروا تعاللوا في خلال شهر ونص وقانون بيقول شهر ونص قدموا وراءكم اللي يثبت ملكيتكم أو حيازتكم للمباني أو الأراضي اللي حتبقى وقعة في إطار مشروع المنفع العام في مقابل هذا الكلام الدولة بتودع أموال التعويضات عند هيئة المساحة بالكامل بتبقى حطاها فبيبقى الموضوع كله إجراءات وأحيانا وخليني أقولها يعني بعد هذه الحيازات أو الملكيات بيبقى المواطن نتيجة لأنها حيازات متورقة يعني موروثة ومتورثة أحيانا الورق اللي بيبقى موجود ممكن ما يبقاش فيه ورق من الأساس أو ورق عرفي أو ورق يعني مش موثق فمع ذلك إحنا هيمكن حضركم عارفين إحنا يعني إحنا كحكومة خدنا مبادرة إن إحنا نطلق ما يطلق عليه الإعانة أو التعويض الاجتماعي إن حتى المباني اللي بتبقى أحيانا غير قانونية وعشوائية ولكن المواطن قاعد بنا مبنى ومستقر أنا بعوضه اجتماعيا بالرغم من إنه ما عندوش ورق أو المبنى غير قانوني ولكن بعوض ومعوضين تبقى بعدد الغرف وصلنا إن إحنا بنعتبر الحمام والمطبخ غرف عشان نزود التعويض للمواطن فبنعوض اجتماعي للمبنى لكن بيتبقى موضوع الأرض لأن الأرض هنا بقى ملكية فبالتالي بيبقى مهم جدا إن إحنا نتيقن إن اللي بيقدم لنا ده هو ملك الأرض فعلا دي إجراءات القانون بيشرح ومع ذلك كان فيه اجتماع يمكن نبارح حضراتكم تابعته مع هيئة المساحة وكل الجهات لبعض المشروعات ووجهت بسرعة صرف التعويضات في خلال فترة زمنية لا تتجاوز الثلاث شهور لهذه المشروعات بعينها عشان نسرع الإجراءات ونخلص الإجراءات فبالتالي وده اللي أنا طلبته حتى لو المشروع كبير وبيبقى مثلا طوله كيلومترات نبدأ نقسم على طول بسرعة عشان نخلص الإجراءات كل ما نكمل ورق منطقة نصرف بسرعة وناخد المنطقة اللي بعدها وهكذا علشان المواطن ما يتطلش عليه الفترة اللي ممكن إنه هو يصرف فيها التعويض لكن بأكد الدولة المصرية ملتزمة الموازنة الخط أنا عايز أقول له حضراتكم إنه فيه بند لموضوع التعويضات في موازنة الدولة بيتخطأ الـ 12 مليار جنيه هذا العام فقط لتعويضات مشروعات النفع العام فإحنا كفلوس وموارد موجودة ولكن هي مجرد الإجراءات وأنا عشان كده وجهت مبارح السادة المعنين إن ننخلص ونسرع الإجراءات بآخر وقت آخر سؤال بقى لحضراتكم تفضل سيادة رئيس الوزراء يعني فيه جهود كبيرة من الحكومة فيما يتعلق بزيادة مخزونات السلع الأساسية خصوصاً اللي احنا بنستوردها من الخارج سواء كان زيت طعام أو أمحة لكن تلاحظ خلال الإسبوعين الماضيين ودي أول مرة تحصل في مصر إن وزارة التموين أو هيئة السلع التموينية تعلن دفعة واحدة إن هي عايزة تستورد 3.8 مليون طن أنا موافق إن نستورد بس كنا ممكن نستوردهم دون الإعلان دون أن نقول 3.8 مليون طن دول حوالي 1.7 مليون طن من إجمال ما يتم تصديره في العالم وبالتالي لو عندك حتى مخزون والناس شايفة إنك عايز 3.8 مليون طن أكيد البورصة ستتحرك يعني ودي نقطة مهمة جدا فهل ده أنتم متوقعين مثلاً توطرات المنطقة مثلاً على سبيل المثال أم استاداداً مثلاً للتحول إذا حدث من الدعم العيني إلى الدعم النقدي شكراً بص يا فنم يعني اللي أعلنه السيد وزير التموين أو أعلنت وزارة التموين ده احتياجات سنة كاملة مش هيجوا مرة واحدة أنا بس حابب أن أقول لحضراتكم اللي إحنا أعلنناه ده احتياجات مصر لمدة عام كامل إنما لما حنيجي نطرح بنترح تبقى كل فترة بناخد مئة ألف متين ألف بحيث على مدار السنة باخد تلاتة وتمانية من عشر هو بيعلن أن مصر حتبقى محتاجة لمدة سنة رقم معين إنما لما بنيجي ننزل بننزل ناخد على يعني كمية معينة لكن اللي عايز أقول لحضرتك إحنا أحياناً الموضوع بيضار اقتصادية إحنا ساعد بنختار أو توقيتات بيبقى سعر الأمح فيها منخفض إحنا الفترة دي سعر الأمح منخفض فإحنا بنحاول نستهدف فترات معينة لإن كل دولار بيفرق يعني إحنا بنستورد زي ما حضرتك قلت تلاتة وتمانية من عشر مليون لمدة سنة طيب أنا يعني لو فرق معايا تلاتين أربعين خمسين دولار في الطن حيبقى الرقم ده كام؟ يبقى بتتكلم في متين مليون دولار وفر على الدولة فإحنا بنختار التوقيتات عشان ما يحصلش لقدر الله إن إحنا يبقى أزمة لقدر الله ونتطر إن إحنا نجيب بأسعار عالية زي ما حصل وقت في وقت معين لما حصلت أيام روسيا وأوكرانيا وابتدى يحصل والأسعار ضربت بأرقام كبيرة جدا 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 وكنا طبعاً كدولة احتياجاتنا لازم نجيب بهذه الأسعار فإحنا النهاردة الحمد لله أنا عندي رصيد أكتر من ست شهور نتيجة لإن الموسم المحلي وحجم التوريد اللي فيه موجود ولكن ده لا يمنع إن أنا النهاردة أزود طالما عندي فرصة إن أنا أجيب بعض الشحنات بأسعار قليلة وعندي القدرة الحمد لله نتيجة لإن بقى عندي صوامع وعندي شوى إن أنا خزن بطريقة آمنة فبقى ده جزء برضو من المشروعات البنية الأساسية للدولة عملتها وهو كل ده جماعة بيركب مع بعضه يعني كان ممكن يبقى عندي النهاردة فرصة إن أنا أجيب واستورد بس ما عنديش مكان للتخزين فمش هجيب واضطر استنى لغاية لما فضي شوية وأجيب في وقت ممكن يبقى السعر فيه عالي هيا دي النهاردة إزاي إن بندير المنظومة بتاعتنا بس تهدف توقيتات يبقى السعر قليل أجيب فيها وحط وزود عندي القدرة الحمد لله على التخزين ويبقى عندي احتياجات وده تاني بيربطنا باللي حضرتك ويعني كانت قال من أستاذ منصور أتوقع سيناريوهات أتوقع سيناريوهات ماذا يحدث لكن أنا في الحمد لله الأمور النهاردة إحنا على يعني أرض سابتة قدرين إن إحنا ندبر احتياجات للدولة لأكتر من ست شهور وتمن شهور وعشر شهور وموجودة وبناخدها بأسعار قليلة وبقى عندي الاحتياجات في هذا الشأن شكرا متشكرين يا جماعة